موسيقى سيد الخير مشاهدينا برحب بحضراتكم وحلقة جديدة في أعياد كتيرة للمصريين تقريبا بتتزامن كل الأعياد المصرية عيد القيامة المجيد كل سنة وحضراتكم طيبين وأيضا الفترة القادمة إن شاء الله تكون عيد الفطر مبارك على مصر كلها وأيضا أعياد وطنية عامل 40 على تحرير سينة وده لو لا هذه الأمن والأمان اللي احنا فيه ما كناش أكيد هنحتفل بكل الأعياد ينكون في محتفلين مؤمنين مبسوطين الشوارع فيها بهجة فيها روح العيد فعلا حصلت مصر كلها أعتقد من بكرة كل الناس هتبقى سافرت يعني كل سنة وحضراتكم طيبين أخر الأسبوع مهم جدا يمكن الأسبوع ده كان أهم حدث حصل وهو الإفطار الأسرة المصرية واللي كان تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان فيه تصريحات كتيرة كان فيه يعني واضح نحض دخلين على فترة قادمة صعبة وطلب فيها السيد الرئيس بعض الإصلاحات بعض التدخلات بعض الحاجات كتيرة حصلت في هذا الإفطار هنتكلم عنها لأنها تكون واضح محور التحرك السياسي والمجتمعي الفترة الجاية وأشار السيد الرئيس ويمكن أنا هذا التوقيت توقيت زكي توقيت حكيم من قيادة حكيمة واضح نفيه تخبط في الناس مش مبسوطة الناس شايفة أننا الاقتصاد واضح نفيه ضغط على الناس جامد جدا حالة اقتصادية مؤثر على كل المصريين بكل طبقاتها على فكرة التدخل سيد الرئيس وإنه يطلع ويقول كل التصريحات لقالها دي وكل الإصلاحات للفترة الجاية هتشمل كل المستويات على المصالة الاقتصادي والسياسي وأيضا المجتمعي أكيد هيكون لها صدى كبير ولازم نتوقف أمامها كأول محور النهاردة في آخر أسبوع ولكن يتجدد لقاءنا بدكتور سامح فوزي براحب حضرتك دكتور شفت إفطار الأسرة المصرية وكلمة السيد الرئيس وكل الحاجات اللي أشار لها إزاي؟ يعني طبعا في مجموعة من الرسائل كانت في إفطار الأسرة المصرية الرسالة أولى كانت بتتعلق بضروط التواصل مع الناس شرح لطبيعة الأوضاع ليهم اتخاذ إجراءات على المستوى الاقتصادي وأيضا الدعوة إلى الأحوار شامل يشمل جميع المصريين على اختلاف توجهاتهم واختلاف أرأهم وأيضا اختلاف مواقعهم السياسية في المجتمع وده يبقى فاتحة أن احنا نناقش قضايا كثيرة جدا طبعا أنا بنظر لهذه الدعوة أن لها مقدمات سبقتها يعني أولا إحنا بقلنا حوالي أربع أو خمس شهور بنجد مجموعة من الخطوات المهمة في هذا السياق يعني كان هناك الاستراتيجية الوطنية لحوال الإنسان التي يعلنها في شهر سبتمبر الماضي ودي عبرت عن التزام الدولة كدولة بتعزيز حقوق الإنسان ثقافة وممارسة ودي كانت ربما للمرة الأولى التي يصدر فيها وثيقة بهذا المعنى طبعا تجاذبت الأراء عايزين الناس عايزة تسرع من تطبيق هذه الوثيقة البعض بيرى أنها لا تنضي مثل ما توقعه الناس لكن في النهاية هناك وثيقة وهناك خطوات بتجري على أرض الواقع صدر تقريب التنمية البشرية بعد فترة غياب لأكثر من عشر سنوات وتحدث فيه عن قضايا زي قضايا التنمية وقضايا المشاركة وقضايا الشباب أيضا مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية التوسع فيها مثل برنامج حياة كريمة إطلاق عام 2022 بأنه عام المجتمع المدني في تعزيز علاقة وشراكة الدولة بالمجتمع المدني وأيضا بتفعيل دور المجتمع المدني على أرض الواقع لما نتكلم عن مجتمع مدني نتكلم عن جماعيات نتكلم عن نقابات نتكلم عن أحزاب النهاردة هم نتكلم عن دعوة للحوار هتشارك فيها طبع الأحزاب وتشارك فيها مكونات المجتمع المدني توقيت الدعوة دكتور شايفه إزاي توقيت الدعوة أنا أعتقد أنه جاء نتيجة مطالبات كثيرة كاب بتتحدث عن أهمية الحوار في المجتمع وجاءت أيضا في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة ليست فقط على مستوى مصر لكن على مستوى العالم كله فمن الطبيعي في هذه اللحظات أن يجري مثل هذا الحوار ويناقش قضايا كثيرة المجتمع عايز نقش خلي بالك برضو أن تشكل المجلس القومي لحول الإنسان فيه استراتيجية حول الإنسان الناس بلوقتي بتتكلم على مسألة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية زي ما كان في تأريد التنمية البشرية يعني أصد فيه مجموعة من التطورات التي حدثت خلال الشهور الماضية كان من الطبيعي للناس عايزة تقعد وتتكلم مع بعضها ويبقى فيه حوار شامل على مستويات مختلفة داخل المجتمع وأنا هنا لما بتكلم ما بتكلمش على حوار منظم فقط يعني بين مؤسسات أو هيئات أنا بتكلم عن حالة حوار في المجتمع بمعنى تشارك فيها جماعات أهلية ومنظمات مجتمع مدني تشارك فيها مؤسسات رسمية وجماعات غير رسمية تشارك فيها أحزاب سواء كانت لها نصيب كبير في البرلمان أو أحزاب تصنف على أنها أحزاب المعارضة لأن لما نتكلم عن حالة حوار فنحن بداية نقر أن هناك تعدد في الأراء واختلاف فجات النظر وعندما نتحدث عن المجتمع في هذه اللحظات بما يواجههم من تحديات داخلية وخارجية فأنا أعتقد أن نحن محتاجين أن نستمع لوجب نظر مختلفة أي أهم المحاور المفروض يشملها الحوار يا دكتور سيمة واختيارها هيكون بناء على إيه برضو اختيارها بناء على ما يتحدث عنه المجتمع وما تراها الدولة أيضا لتدعيم الحالة السياسية والاقتصادية داخل المجتمع يعني مثلا من ضمن القضايا اللي الناس بتتكلم عنها أولا موضوع المحليات بمعنى إحنا بقلنا يمكن حوالي 10-12 سنة ما فيش مجالس محلية أو انتخابات محليات في رغبة أن في قانون يصدر للمحليات هذا القانون يعني بيرهن عليه كثيرا في تدعيم أولا تدعيم التنمية على المستوى المحلي أكثر مما هو قائم وأيضا تعزيز مشاركة قطاعات واسعة جدا من الشباب على المستوى المحلي لأن انت عارفة أن المحليات دي لها عدة جواند لها جانب أولا يتعلق بحياة المواطنين اليومية والمشاركة العامة للإحتكاك المباشر ولها جانب آخر أيضا بيتعلق بتدريب السياسي لقطاعات من الشباب يعني النهاردة لما بيدخلوا المحليات بيغضعوا للتدريب السياسي اللي ممكن بعد كده ينقلهم لمواقع أكبر في المجتمع وعايز أقولك ده يعني ده تقريبا مصاري الدول المتقدمة يعني لما تروحي مجالس المتقدمة زي مجلس العموم مثلا في بريطانيا هتلاقي ناس كثيرة جدا بدأوا حياتهم في الطريق المحلي يعني قصدي لم يبدأوا بالمؤسسة التشريعية ولكن بدأوها أيضا من الواقع المحلي الأضيق وده اللي إداهم الخبرات والثقافة اللي آهلتهم إنهم يلعبوا دور أكبر في مرحلة أخرى القضايا دلوقتي في حزم القوانين بنتكلم عليها زي مسألة الحفز اللي احتياطي بنتكلم أيضا عن قوانين النشر الكثير بيتكلم الإصلاح التشريعي في بعض القضايا وفيه أيضا اهتمام اللجنة العالية لحقوق الإنسان بهذا الموضوع اهتمام نابع من تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان فالناس كثير بيتكلم على هذه القوانين وطبعا سبق الرئيس الحوار بإخلاق سبيل واحد واربعين من النشطاء وده كانت خطوة مهمة جدا لي يعني تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وفيه ناس كتير كانت بتطالب بمثل هذا الموضوع إصدار العفو وتفعيل لجنة العفو الرئاسي مرة أخرى لأنه لابد من نحن أيضا يعني هذا الملف لابد من نتعامل معه بصورة أو بأخرى ملف فكرة المحتجزين على زم قضايا يعني موجودة في حبس الاحتياطي لأن يعني بعضهم ربما يعني أخطأ في التعبير وبعضهم كانوا يتعلق بوسائل التعبير احنا ما نمتكلمش على مرتكبوا أعمال عنف ما نمتكلمش على الناس اللي ليهم دور في عمليات عنف أو استهداف للمصريين أو إرهاب احنا نتكلم على الشباب اللي عبر عن رأيه وربما كان وسيلة التعبير عن رأيه لم تكن مناسبة احنا محتاجين دلوقتي نفتح المنافذ الكثيرة وانا اعتقد دي رسالة وجهها الرئيس وليس من النهاردة وجهها في مراحل سابقة بمعنى ان احنا عايزين للمجتمع المصري يسعى لنا كلنا يسعى لأفكار كثيرة ويسعى لوجات نظر حتى لو وجهة النظر دي الناس بتعبر عنها بشيء من الحدة لكنها اذا كانت على أرضية وطنية وتعبر عن المجتمع المصري وتعبر عن آمال الوطن فده كل ده في حد ذاته مسألة أسية وزي ما قلت لحضرتك ان الحوار يعني التنوى والحوار يعني الاختلاف وتعدد وجهة النظر واذا تم هذا ده بيوسري الحوار والاختلاف ده بيوسري بالكلام عن الحوار هنا دور الإعلام ايه في هذا الحوار يا دكتور وأهميته كمان دور الإعلام ان هو يحول الحوار من شكل مؤسسي إلى حالة حوار في المجتمع بمعنى اولا تعدد الآراء داخل البرامج الإعلامية بمعنى ان احنا بنقدم وجهة نظر مختلف سواء كان إعلام مقروع أو مسموع أو مريئ أو ألكتروني ان احنا نخرج شوية إلى أفاق ان احنا نستمع إلى آراء متعددة في نفس الموضوعات ربما تفتح أفاق كثيرة ربما تسري هذا الحوار واحنا كمان في ظل تحديات ومشكلات جديدة يعني أو ضاغطة على المجتمع نتيجة متغيرات أخرى دولية يعني بكلم على الكورونا ثم بعد كده الحرب الروسية الأوكرانية فمسألة الاقتصادية دي محتاجة تعددية في الأراء وتحتاج وجهات نظر مختلفة ازاي نتعامل مع هذا الموضوع وازاي الشعب المصري يواجه مثل هذه التحديات اللي هي في الواقع مفروضة عليه من دوليا وفيه كثير من المجتمعات الأخرى بتعاني منها سواء كان في المنطقة العربية أو في العالم كله أوروبا نفسها بتعاني منها ودول أخرى فاحنا عايزين الحوار ان المواطن يعرف على وجه اليقين ماذا يحدث داخل هذا المجتمع ايه التحديات اللي بتواجه ازاي يتعامل معه الاعلام لابد ان هو يرفع مستوى وعي المواطنين بمثل هذا الموضوع وينشئ حالة حوار ودور أساسي للإعلام ان هو يرفع مستوى وعي المشاهد أو المتابع لكن حصل تراجع في الدور ده أو مسئولية لإعلامية الفترة اللي بها ممكن ده كمان محتاجين نقف قدامه فترة الفترة الجاية ضمن الحوار اللي هيحصل والتجديدات اللي هتحصل يبقى كمان الاعلام ياخد مصيره الصحيح أو كل المنافس تشتغل زي ما قلنا يعني قبل كده ان بيبقى بندور على أخبار استخنة الأخبار اللي بتجيب مشاهدة لكن مش اللي بتنمي مش اللي بتاخدم هي دي الفرشكلة دلوقتي اللي محتاجينها أكثر لا احنا طبعا محتاجين كمان على مستوى الإعلام ان بصلة الإعلام تكون واضحة بمعنى ان احنا بنتكلم عن حوار وبنتكلم عن حوار ما بين يعني تعددية سياسية أو تعددية ثقافية داخل المجتمع وده مسألة مش جديدة على المجتمع المصري مجتمع المصري لو انا جبت يعني قبل اتنين وخمسين وبعد اتنين وخمسين طيلة القرن العشرين دائما فيه مدارس فكرية مختلفة ومدارس سياسية وفيه تعددية في القراء وفيه اختلافات في وجهات النظر طالما انها تنتهج شكلا سلميا وتعبر عن نفسها على أرضية وطنية تخدم المصالح المصرية فنحن حرصين على هذا النوع من الحوار ونشجع الناس ان هي تنخرط فيه ونبديها مساحة من الحوار هيبقى على المستوى حدثك عايزو على المستوى مجتمع كمان مش مستوى الرسمي فقط يعني يشمل الجميع يعني انا اتصور لما الرئيس بيخاطب الأسر المصرية هو بيخاطب المجتمع المصري والمجتمع المصري فيه مؤسسات وفيه نختار لها دائما اختار الأسر المصرية يعني برضو اعتقد لي في حدثها مصرية يعني فيه منظمات مجتمع مدني وفيه مؤسسات سياسية وفيه اعلام فهو بيخاطب الجميع بقول لهم يا جماعة احنا عايزين ننتقل الى حالة حوار حقيقي نستوعب وجهات النظر المختلفة والأراءة المتعددة وهو دائما يتحدث ان مصر تسعنا جميعا وفكرة ان الوطن يسعنا جميعا بمعنى كلمة جميعا معناها ان احنا مختلفين والاختلاف في حد ذاته عامل صراء وعمل تنوع وعمل تعددية داخل المجتمع واحنا لابد ان احنا نشجع زي ما كنا بنقول في حلقات سابقة المجتمع المصري بمختلف فئاته ان يعبر عن نفسه طالما يتم هذا على ارضية وطنية ويسعى لمصالح الوطن في مثل هذه التحديات اللي بيواجهها سواء كان على مستوى الداخل او مستوى الخارجي من ضمن الحاجات اللي يتكلم عنها سيد الرئيس في الليلة دي كانت انه دعمه للقطاع الخاص وفي شكل قوي جدا ويكون له دفع قوي لفترة الجاية كما نتكلم على دور المجتمع المدني اللي لازم يكون له تأثير على الارض حترك شايف كل ده مكمل لبعضه ما اخدش فئة واحدة ما اخدش فصيل واحدة ما اخدش مؤسسات او الحكومة فقط انشوفت سيد الرئيس في الليلة دي تكلم مع الكل بصي منظومة الحكم والعلاقات داخل المجتمع هي بتضم ثلاث اضلاع بتضم اولا الحكومة ممكن تسميها الدولة تسميها المؤسسات السياسية تسميها زي ما تسميها بتضم ايضا المجتمع المدني مختلفاته وبتضم ايضا القطاع الخاص القطاع الخاص له دور اصيل في المجتمعات القضية مش قضية فلسفة اقتصادية لكن القضية قضية ان هذا القطاع الاقتصادي الحيوي اولا بيوجد فرص عمل بيستوعب انشطة اقتصادية بيبني بلد بيساهم في بناء انا راحت لعاصمة الادارية الجديدة ما عملت حلقة معظم مش معظم تقريبا تسعين خمسة سعين في المئة من الشركات المؤسسة لكل الموجود بها مجلس الوزراء البرلمان كل الموجود بشركات خاصة عايزين نعزز مثل هذه الثقافة القطاع الخاص الذي يقدم الاهداف الوطنية يعني برضو انا عايزة اتكلم على عايزين نقطة بمعنى ان القطاع الخاص له دور وله مسئولية اجتماعية المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص ليست فقط في التوظيف والتشغيل وانتاج السلع والخدمات والنوع من انواع رفع الكفاءة الانتاجية داك لمجتمعات ولكن ايضا القطاع الخاص لديها مسئولية اجتماعية في القيام بمشروعات اقتصادية واجتماعية بمحاولة تخفيف الاثار الفقر على المجتمعات محاولة بناء مشروعات ونماذج اجتماعية واعايز اقولك على حاجة القطاع الخاص في جميع دول العالم هو الذي انشأ المستشفيات وهو الذي انشأ الجامعات وهو الذي اطلق المبادرات الاقتصادية موجود في مصر اذا الكلام موجود في مصر ان بعض البنوك وبعض الهيئات الاقتصادية لديها مشروعاتها الاجتماعية لكن احنا عايزين نعزز مثل هذه الثقافة والوعي وده طبعا بيرتبط مستندة الدولة كمان ورأس الدولة اشير لهذا اعتقد ده يدون دفع اكتر لنخرج في المجتمع طبعا وعايز انا نتكلم في نوطة تانية يعني احنا برضو عايزين نتكلم على ان القطاع الخاص ايضا حتى يستطيع ان يمارس عمله بفعالية داخل المجتمع لديه بعض المطالب يعني فكرة اعادة النظر في السياسة الضريبية داخل المجتمع دي مسألة قسية وفي ناس كتير بتتكلم على هذا الموضوع بمعنى ان يخضع الامر للنقاش والحوار ونعيد النظر في السياق القانوني الذي بيحكم هذا الموضوع فكرة اعطاء بعض الحوافز وتسهيل هذا الموضوع الموضوع المشاركة من جانب القطاع الخاص اذا انتقلنا للمجتمع المدني فهو الضلع الثالث في العلاقة المجتمع المدني بيعبق جود الافراد بيصهم في مشاركتهم داخل المجتمع بيعبر عن مطالبهم بشكل سلمي ومتحضر يعني النقابة اللي بتضم مهنيين او عمال هي بتعبر عن مطالبهم بشكل عقلاني ومنضبط بعكس عشوائية الناس في التعبير عن الامور ايضا الجامعات الاهلية بتحقق برامج التنمية الرعاية الاجتماعية هي بتحصل على مساندة من الدولة وايضا تحصل على مساندة من القطاع الخاص باعتبارها وكيلا مؤسسيا ومجتمعيا لتحقيق التنمية داخل المجتمع فاللي انا عايز اقوله الاضلاع الثلاثة لابد ان تعمل معا يعني مش عايزين نمشي على سطر ونسيب سطر لا احنا نتكلم على الحكومة الآن بتقوم بمشروعات تنموية كبرى ومشروعات كبيرة لبناء المجتمع القطاع الخاص لابد ان يشارك بفعالية سواء كان في سياسات التوظيف او سياسات الانتاج وانا بتكلم على الانتاج انتاج القطاع الخاص هيؤدي الى تصدير والتصدير سيؤدي الى وجود عملة صعبة ويخفف الضغوط اللي موجودة على المجتمع في مسائل عملة صعبة والدولار وما شابه يضاف الى هذا ان المجتمع المدني يستطيع ان يلعب دورا في تخفيف الاثار الاقتصادية على محدود الداخل والفقراء من خلال المساهمة في مشروعات التنمية والرعاية الاجتماعية فاذا يعني انا بنظر دايما للموضوع من منظور شامل يشمل الثلاث اضلاع اللي انا بتكلم عليهم واعتقد الرئيس كان حريصا ان هو يخاطب الثلاثة اضلاع في الكلمة التي ذكرها في افطار الاسرة المصرية الكلام عن اخر الاسبوع والملحوظة اللي من قدرش نتقافلها وهي المعايادات لعيد القيامة السنة دي كانت مختلفة ويمكن اللي وثق لي انا شخصيا لمس ده بشكل شخصي جدا المعايادات اكتر معايادات يعني مهتمة جدا بالتعيد على عيد القيامة بشكل مباشر وده وثقه مقال حضرتك يوم الاربع لفاتف الشروع على انها مختلفة التعبير كمان بالتهنئة والسعادة ويمكن على صفحات اخواتنا المسلمين كان معظمهم بيهنينا بشكل واضح جدا ومباشر جدا وده ما كانش بيحسر كتير وخاصة في عيد القيامة حضرتك شفت ده ازاي يعني انا اتصور ان الموضوع الناس بتبلغ مراحل من الانفتاح داخل هذا المجتمع والتطورات السياسية اللي حصلت في الفترة الاخيرة وكيف انكشفت جماعات التطرف والاسلام السياسي في المجتمع اعطت الناس منظورا جديدا في التعامل مع مثل هذا الموضوع وهي مسألة المعايدات الذين كانوا يروجون الى رفض المعايدات هم العناصر المحسوبة على الطيرات الاسلامية والجهادية والسلفية لكن المواطن العادي المصري هو مواطن يتشرب الروح المصرية وتشرب الفقه المصري ويعبر عن نفسه في اطار هذا العلاقات الانسانية ما بين المواطنين وعندما يتحدث الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب في حديث طويل في جريدة صوت الاظهر عن ان مسألة الاخوة وان التبادل التهاني والاعيات بين المسيحين والمسلمين دي مسألة ملفتة السنة دي لاحظت حاجات غريبة اولا الجمهور الاسلامي يستحق التحية يعني انا شخصيا الرواد من السوشال ميديا من المسلمين والمسلمات يستحق التحية والشك ليه؟ لانه كان يكفي ان يقول كل سنة وان طيبين لكنه اراد ان يرسل رسالة اكبر الى التعددية في المجتمع لما ينزل صورة الايامة ولا ينزل صورة صليب واللي يكتب اخريستوسا نيستي قاليستوسا نيستي او المسيح قام بالحقيقة قام هو بيقرب من ثقافة المسيحي وبيفهم عقلية المسيحي وبيقدمها هو بالتأكيد بيقدمها على سبيل المواد ده وليست على سبيل التماهي او الاعتراف العقيدي طبعا احنا فهمين ده فهي تحية تحية واجبة ورسالة ايجابية جدا وفيها نوع من انواع التقدير للشريك في الموطنة وانا اطالب ايضا المشاهدين والرواد من الابات والمسيحيين في عيد الفطر القادم لابد ان تكون لدينا هذه الروح ونرسل ايضا الرسائل معايدة تحمل ايضا مشاعر المواد ده لقطاعات العريضة من الشركاء في الموطنة من المسلمين لما اعتقد ان هما كسروا حواجز كثيرة هذا العام لما قدموا التهنيئ على هذا النحو ايه السبب بقى يا دكتور في الكسر المحرمات بالنسبة للبعض كانت محرمات يعني لا تهني ولا تعيد وخاصة في بعض الاعيق اعتقد احتجاجه على الطب اه حضرتك شايف ايه بقى الكسر يعني الطفرة اللي كانت جمدة دي الفترة العدة كانت صراحة حاجة محترمة الناس زهدت من التشدد مسألة الاستشهاد ابونا ارسانيوس في الاسكندرية ابونا ارسانيوس وديد فده طبعا اعتقد صدر رسائل سلبية للناس وبدأت الناس تنتفد وتعبر عن مثل هذا الموضوع ايضا المواقف القيادة السياسية التي تحرص دايما على تهنية الاخباط بعيدهم وازهار المواطنة حديث الامام الاجبر حديث ناس كثيرة على السوشال ميديا عبرت ايضا عن تقدرها واحتفاءها بالمواطنة كل ده في النهاية شكل قوة دفع لهذا الاتجاه الذي ظهر هذا العام وتبلور واعتقد الناس بترسي رسالة فيها قدر من الاحتجاج احنا محتاجين على التطرف محتاجين على الارهاب نحتاج على الاعتداء على الاخرين بدون سبب او الاعتداء على الاخرين عموما لان هناك دولة قانون ودولة مؤسسات يعني قصدي هي رسالة كانت تحمل شجونا كثيرة فاراضوا في هذه المناسبة ان هو بيبعاتوا للمجتمع والناس اللي بيمرسوا الارهاب والعنف لا احنا بنهنيهم بالتهنئة اللي هم عايزين يسمعوها طب زي نستفيد بقى بالحالة الايجابية الجميلة اللي في المجتمع دي ونحاول كمان نرسخها تبقى ده الاساس للفترة الجاي اول حاجة ان احنا نشكر اللي عملو كده لان عملوها عن زي ما بقولوا دون التزام وعن طيب خاطر واحساس بالمواد الامر التاني ان نبادل المواد ده بمواد ونكون حريصين على زيادة وطيرة التهاني وان احنا دايما نصدر ليه مزيل مشاعر الايجابية الامر التالت ان احنا كمان نتكلم على المشتركات دايما يعني نحاول ان احنا نخلق حالة من العمل المشترك سواء كان في التنمية او في العمل الاهلي او في العمل الاجتماعي انا مش عايز يجيب خطاب مناسباتي نيجي في المناسبات انا عايز خطاب حياتي على ارض الواقع ان احنا نحاول ان احنا نتفاعل مع بعض ونشترك مع بعض في عمل مشترك ونبعد دايما رسالة الانسجام والوحدة في مواجهة الفرقة والعنف والإرهاب يعني دي كلها رسائل زي ما دايما بنقول مش عايزين نشتغل كتير أونلاين عايزين ننزل أوفلاين عايزين ننزل على الأرض الواقع دايب أشعرنا الفترة القادمة زي ما أنت عايز أونلاين نشتغل أوفلاين أصل فكرة العمل على الأرض الواقع ده المجتمع محتاجه فيها فكرة صحيح الشاب والنتب والتأييد والاعتراض على السوشيال ميديا غير مؤثرة هي بتعمل رأي عام وحيانا بتعمل احتقاء هذا صحيح لكن فكرة أنها تغير على الأرض الواقع ما بيحصلش لأن دائما اللي بيبقى وراء الشاشة مش فعال بالقدر اللي على الأرض اللي بيغير على الأرض الواقع هو الجهد الذي يبذل على الأرض الواقع يعني لما الناس تبذل جهدا مش بالكتابة على السوشيال ميديا لا يعني ممكن يكون ده تعبير حالة ممكن تجمعنا شواء بعبر عن وجه بنظري لكن أنا بتكلم على الناس الناس ما بتاخدش قراءة يعني ما بتاخدش تجاهتها من السوشيال ميديا الناس تاخد تجاهتها من العمل على أرض الواقع وتحاول أن هي تبني معرفة إنسانية عميقة تجاه الآخرين أنا عايزين نركز على كده نوسق التجارب دي وندعمها ونعززها يعني أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة منذ عدة سنوات كان أحد الأسدزة في الولايات المتحدة وهو يعني مسلم الديانة اسمه أميد صافي كتب تحية لعدد من شركاءه من المسلمين كان الأسيس ديزمون توتو مجموعة كده من الناس اللي هم المفكرين الكبار والمثقفين اللي بكتبوا في هذا المجال كتب لهم تحية في عيد الايامة وقال لهم أنا مش بتكلم يعني أنا طبعا مختلف عقائديا مع الموضوع ده ومش بتكلم على الحادثة التاريخية اللي انتو يعني مؤمنين بيها فكرة قيامة السيدة المسيح طبعا لكن أنا بتكلم على البشرية اللي أصبحت في قبر وتحتاج إلى قيامة قالك البشرية التي تعاني من العنف والقار والفقر هي بالتأكيد محتاجة أيامة محتاجة أن تنهض من القبر اللي هي عايشة فيه قال أنا ببادلكم النهاردة في هذه المناسبة مثل هذه الأراءة الإيجابية وبحاول أن أنا بابني جسور معاكم من خلال موضوع أن احنا نفكر كيف تقوم البشرية من عثراتها وكيف تقوم من الفقر والعوز والتهميش لتصبح بشرية إنسانية فاعلة تحترم حقوق الإنسان وحقوق المواطنين دي أفكار إيجابية الناس بتحاول أن هي تقدمها أنا عايز أشجع هذا الاتجاه بمعنى أن تبادل التهاني ودائما نحترم الآخرين بثقافتهم هما أنا مش عايز أقدم لوجة نظر أنا يعني أنا ما عجبني في التهنئة اللي حريك بتتكلم عليها إنه هو خاطبني بثقافتي وبلغتي أنا أيضا أريد أن أخاطب الآخر بثقافته ولغته لأن أنا بهنيه وبعطله رسالة إن أنا بشاركه في هذه المناسبة القضية مش قضية إيمان أو عدم إيمان القضية قضية مودة إنسانية التسامح قضية اجتماعية العقيدة قضية بين الإنسان وربه إحنا عايزين تسامح اجتماعي وإنساني وثقافي في المجتمعات أنا محشني الكلام على الشأن الخارجي طبعا وأوكرانيا الجوكر معنا بقالها خمس أسابيع دلوقتي لكن اسمح لي هناخد فاصل ونرجع نشوف آخر المستجدات في الشأن الروسي الأوكراني ونرجع نكمل مع حضراتي اشتركوا في القناة